عندنا صناعة لكن الصناعة دي كان عندنا فيها مهندسين مؤهلين بالفعل ولكن ما كانش عندنا فنيين عملنا ايه علشان نربط التعليم بسوء العمل من خلال التوزيع الجغرافي يعني من الملاحظ انه في الفترة الاخيرة طبعا حصل للتعليم الفني تطور جزري الحقيقة احنا كنا من فترة يمكن مش بعيدة اوي كان التعليم الفني تعليم ليس له اي مردود على مستوى الفرض وعلى مستوى المجتمع وليس له اي جدوى ولا يشارك في مسيرة التنمية بفعالية ما فيش اي اثر لهذا النوع من التعليم في حياة مصر الاقتصادية والتنموية انتبهت الدولة مؤخرا لهذا الامر واخذت على عتقها تطوير التعليم الفني الحقيقة طبعا كانت البداية من خلال تطوير المناهج الخاصة بالتعليم الفني الطالب كان قبل كده بيدرس مناهج قديمة جدا بيتدرب على مهارات ليس لها اي وجود في سوق العمل سوق العمل تطور بشكل كبير جدا واصبح فيه ادوات وآلات رقمية بينما الطالب في مدارس التعليم الفني لسه بيتدرب على الماكينات القديمة وربما معطلة وما فيش ربط ما بين المهارات اللي بتعلمها في مدارس التعليم الفني التقليدية وما بين ما يجده في سوق العمل بعد التخرج وبالتالي كان الطالب بيخلص وبيخرج لسوق العمل فاقد للمهارات فاقد للمعلومات انفصال تام بين ما تعلموا وبين ما وجدوا في سوق العمل فما بيقدرش انه هو ينخرط في سوق العمل حتى الخاص وبتبقى الشهادة بالنسبة له مجرد ورقة معلقة على الحال لا دلوقتي اصبحت الدولة بتعطي لهذه الشهادة قيمة تعطي لهذه الشهادة معنى يبقى الطالب عارف انه لما بيلتحق بمدارس المدارس التكنولوجية مثلا او بيكمل منها بعد كده في الكليات التكنولوجية عارف انه بيكتسب مهارة حقيقية لما بيتخرج من المدرسة او من الكلية بيجد اللي يتعلموا في المدرسة او الكلية موجود بالزبط في سوق العمل ويمكن ده السبب الرئيسي في انه قطاع الاعمال نفسه او سوق العمل نفسه شاريك في انشاء هذه المدارس والاشراف عليها والطلاب بيتدربوا في بيئة العمل الحقيقية وعلى الآلات الحقيقية الموجودة اللي هم بعد ما يتخرجوا هيشتغلوا عليها فاصبح الطالب دلوقتي مدرك ان الحاجة اللي بيتعلمها حاجة حقيقية بيكتسب مهارة فعلية هيتخرج هيلاقي شغل لانه اتدرب على الحاجات دي اللي هي موجودة اصلا في السوق وبقى عارفها وبقى فاهمها كويس قوي وكمان في صلة بين وما بين سوق العمل لانه زي ما قولنا بيتدرب فيه يعني الشركات وفيه المصانع الحقيقية المناهج اللي طورتها وزارة التربية والتعليم يمكننا اللي هي ملاحظة عليها ان هي في منتهى الجمال لانه الطالب كان بيدرس في مدارس التعليم الفن التقليدية مهارات زي ما قولنا وان كانت غير بعيدة يعني غير متصلة بسوق العمل الا انها لا تتعدى المهارات والمعلومات البسيطة وكانت اتجاهاته نتيجة ان المهارات دي مش مواكبة للسوق العمل اتجاهاته سلبية نحية التعليم الفني كله مش حابب المصار اللي هو التحق به وشايف انه بس بيقضي وقت بيخلص التلات سنين بتوعه في المدرسة الفنية علشان في النهاية يحصل على الشهادة يبقى اسمه حاصل على الشهادة وخلاص هذه الاتجاهات السلبية الدولة في تطويرها لمناهج التعليم الفني وفق منهجية الجدارات اهتمت بتلت عناصر اساسية اهتمت بالعنصر الاول اللي هو المعارف لابد ان الفن ده يكون بيمتلك قدر من المعارف الحديثة ايه المرتبطة فعلا بالواقع وقدر من المهارات اللي هتؤهله العمل مع الالات اللي هشتغل عليها او مع ادوات العمل اللي هو متخصص فيه والاتجاهات وديه النقطة الاهم والابرز في تطوير منهج الجدارات انه هو بقى بيهتم باتجاهات الطلاب نحية التعليم الفني او نحية المصاري التعليم اللي هم التحقوا به يعني ايه يا دكتور يعني اعرف لنا موضوع الاتجاهات ده اكتر الاتجاهات احنا هنا اشتغلنا على الجانب الوجداني والجانب النفسي يعني ما اهتمناش بس بالمهارات وبالمعلومات اللي هيكتسبها الطالب وانما باتجاهاته الايجابية ان احنا عايزين نكون اتجاهات ايجابية من الطالب ده نحية الدراسة اللي بيدرسها ونحية التعليم الفني عموما واهمية ده وان ده هيفيده ازاي فبتبقى اتجاهاته ايجابية نحية العمل والمصاري اللي هو التحق به في التعليم الفني ده بيخليه اكسر انتاجية اكسر اقبالا على الدراسة اولا ثم اكسر اقبالا على العمل بعد كده اكسر التزاما اكسر حرصا على التعليم المستمر والتطوير يعني الالتزام في العمل بعد كده والانتاجية العالية والدقة والكفاءة مرتبطة ارتباط كبير جدا بالعامل النفسي وباتجاهات العامل بعد كده لما يشتغل في مصنع اتجاهاته الايجابية نحية العمل وليا اللي بتعمل عليه زي ما قلنا منهجية الجدارات اتجاهاته الايجابية هتزود الانتاج وهتزود الدقة والكفاءة في الانتاج وهتدعم مسيرة التنمية بشكل كبير جدا